بدأت بمدينة سيئون في حضرموت دورة تدريبية في مجال إدارة المكاتب والأرشفة والتوثيق والتي تنظمها هيئة مستشفى سيئون بالتعاون مع الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريبة وتهدف الدورة التي يحاضر فيها المدرب سالم لكمان على مدى ثلاثة أيام إكساب 22 متدربا ومتدربا يمثلون القطاع الصحي العديد من المعارف والمهارات المختلفة في أسس عالية تنظيم وترتيب الأرشيف ومراحلها والتشريعات المنظمة لعملية جمع وتنظيم وحماية الوثائق وصيانتها وغيرها من اختصاصات أعمال الأرشفة وفي افتتاح الدورة أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي إلى الأهمية التي تكتسبها الدورة في رفع قدرات العاملين المختصين في مجال الأرشفة مؤكدا أهمية التدريب والتاهين لمواكبة التقنية الحديثة وبدورها أوضح رئيس هيئة مستشفى سيئون العام أهمية الدورة في تعزيز خبرات ومهارات وذاكرة المشاكل المشاركين المتخصصين في مجال الأرشفة بما يساهم في تطوير عملهم وتحسين أدائهم خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر